ترجمة نانسي قنقر اوكتين بسعر 200 فلس للتر الذي كان يبلغ 160 فلس للتر حيث تبلغ نسبة الارتفاع في سعر الجزولين الممتاز في حدود 25% و 12% فقط للجزولين الجيد وقد بلغ مستوى الدعم لوقود الجزولين الجيد والممتاز سنة 2017 ما يقارب 41 مليون دينار بحريني ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 إلى أكثر من 66 مليون دينار بحريني جديد بالذكر بأن سعر الجزولين الجيد المعدل لا يزال مدعوما بنسبة أكثر من 33% كما يباع حاليا بدول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح بين 180 إلى 205 فلس للتر الواحد وذلك من ضمن إصراحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية وقد صرح معالي وزير النفط بأن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاه تصعدي تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية وقد اعتمدت عدد من الدول الخليجية اتباع عالية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية إلا أن الأسعار في البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمية ترجمة نانسي قنقر